السلامة للبنات كده يا ريلا بس لكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيديو مهم إن شاء الله لكل سيدة راغبة في الحمل والإنجاب بطبيعة الحال أن هذا الفيديو هذا يعني خصيصا لجميع السيدات لفاقد الأمل السيدات اللي عندهم ضعف التبويد اللي عندهم تكيس المبايد اللي عندهم المشاكل المتعلقة بالعقم وتأخر الإنجاب هي اللي كتسبب لهم هذا المشكل هذا بطبيعة الحال هذا الوصفة هذه جربوها العديد من المتتبعات وكان عليها الوقع الإيجابي في سرعة حدود الحمل وفي الحمل بتوأم ما شاء الله بطبيعة الحال أن هذا الأمر هذا كله بيد الله ديروا بالأسباب توكلوا على الله وأكيد أن ربي ما غا ينسى شيء وحدى فيكم وغادي يفرحكم علاش الله بتوأم حلم كل سيدة أكيد بقى معايا في هذا الفيديو المهم أكيد غادينا الإعجاب ديالكم وبطبيعة الحال حاولوا أنكم ديما تخلوا لي اللايكات ديالكم باش تعم الفائدة ويوصل هذا الفيديو لجميع السيدات لباغين وصفات طبيعية ناجحة لسرعة حدود الحمل أكيد أنه كان مجموعة من طرق لتنشيط أكتر من بويضة وصفات طبيعية اللي كتساعد على خروج أكتر من بويضة للتلقيح وبالتالي السيدة كتحمل بتوأم وخي يعني هذا الأمر هذا مشي ويراتي يعني ما عندهاش في الأسرة ديالها التوأم فمجرد أنها كتدير هذه الأشياء هذه كتسرع من حدود الحمل بتوأم إن شاء الله الدراسات كذلك تبتت بأن السيدات فوق عمر الثلاثينات خصوصا بعد عمر الخمسة وثلاثون سنة ممكن أنهم يحملوا بتوأم لأن الجسم ديالهم كيف يفرز أكتر عدد من الهرمونات مما يزيد من فعالية الطبويل وإنتاج أكتر من بويضة وأكتر من أجنة وبطبع الحال هذا الأمر مفرح خصوصا للسيدات كذلك السيدات اللي في عمر الخمسة وأربعون سنة فما فوق هذه السيدات هادوتهما ممكن يكون عندهم احتمال أعلى لحدود الحمل التوأمي ويكون عندهم معدل عالي للخصوبة تناول الأغذية الرائعة واللي كتكون غنية بالزنك الأطعمة الغنية بالزنك مثل الخضروات الورقية المحار الجزر وغيرها كتزيد من عدد الحيوانات المنوية من ثم يمكنها تلقيح أكتر من بويضة وبطبع الحال كان بعض الأكلات اللي كتساعدها للحمل بتوأم منها منتجات الألبان يعني شارت بعض الدراسات أن الانتظام في تناول منتجات الألبان كيعزز فرص المرأة في الحمل بتوأم مقارنة بما لا تتناولها خاصة منتجات الألبان المشقة من الأبقار المعالجة بالهرمونات لكتزيد فرص الحمل بتوأم أكيد الفواكه والخضروات لا غناء لها ضروري تناول المزيد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم كيزيد هذا الأمر هذا من احتمال إنجاب التوأم والخضروات والفواكه كتحتوي كذلك على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن مثل الكيوي الجزر، البطاطس، البروكولي اللي تناولتها بانتظام بصورة كافية هذا الأمر كيغطي الاحتياجات ديال جسم ديالك واحتمالية الحمل بتوأم واردة جدا اللحوم كيف ما كان عارفو اللحوم بصورة منتظمة في النظام الغدائي خلال فترة التخطيط للحمل أيضا يزيد منه احتمالية حمل التوأم لذلك فإن السيدات اللي كيتبعوا نظام غدائي نباتي كتقل الفرص ديالهم في الحمل بتوأم كيف ما كان عارفو يعني حمد الفوليك لا غنى عليه ضروري خاصة يكون حاضر عند جميع السيدات خصوصا سيدات اللي بغي الحمل يعني ماشي ضروري تحملي بتوأم يعني جميع السيدات اللي مخططة للحمل ياخدوا حمد الفوليك اللي كيتواجد في الصيدليات ممكن أنك تخضي على شكل يعني مكملات كيف ما ممكن أنك تلقاهه في التغذية ديالك فهو موجود بكتراف البروكولي الصبانيغ البقوليات يعني كتحتوي على هاد الحمد الفوليك وضروري أنه يكون كمكمل غدائي رائع جدا للحمل بسرعة بطبيعة الحال يعني هاد الأمور هاديرة مهمة بزاف بالإضافة إلى الوصفة اللي غادي نذكر اللي تبعوها المتتبعات ديالي وفعلا جابت معهم نتائج مرضية في سرعة حدود الحمل قبل ما نعطيكم الوصفة كان بغي ديما نذكركم وصلوا لي الفيديو الأكبر عدد من اللايكات لأن فعلا فيديو مهم يستحق المشاهدة ممكن يكون سبب حمل عديد من السيدات والأخوات اللي كيتبعوا القناة ديالي ويكون الحمل ديالهم بشكل طبيعي وما كانش محسن من الحمل الطبيعي اللي كيكون يعني بمساعدة بعض الأعشاب والوصفات الطبيعية عكس يعني الهرمونات البديلة اللي كتدخل في تنشيط الإبادة بشكل غير طبيعي ويعني وكتخرج لك أكتر من بويضة فبغينا احنا حمل طبيعي إن شاء الله حمل ما يكون فيه تشي مشكل حمل يكمل معك تسعة أشهر وتشوفي الأجنة ديالك في صحة جيدة إن شاء الله أكيد أن هذا الوصفة هدي ستكون ناجحة إن شاء الله هذا الوصفة هدي لا كان عندك مشكل سواء كان عندك ولا ما كانش عندك ممكن أنها تنشط لك بويضتين وأكتر ممكن يتلقحوا ممكن تلقحوا يعني غيكون واحد الجودة عالية في هذا البويضة هدي وبالتالي ممكن احتمال كبير يكون الحمل بتوأم إن شاء الله الخلطة هي مهمة إن شاء الله للحمل بتوأم هذا الخلطة هدي عبارة عن حب الرشاد يعني نصف ملعقة من حب الرشاد نصف ملعقة من الحلبة نصف ملعقة من الفلفل الأسود وكذلك نصف ملعقة من القرفة والكمون مع عسل طبيعي أصلي ضروري ما يكون عسل السدر أو عسل الضغموس المهم يكون أصلي يعني يكون عسل موثوق فيه باش تنجح معك إن شاء الله غادي توضع جميع المكونات هاد المكونات هادو غادي تديرهم في كوب ماء ساخن غادي نحاول أنني نعود لكم المكونات نصف ملعقة من حب الرشاد نصف ملعقة من الحلبة نصف ملعقة من الفلفل الأسود نصف ملعقة من القرفة أو الدارسين نصف ملعقة من الكمون مع ملعقة عسل أصلي طبيعي من الأفضل أنه يكون عسل السدر باش يعني يعني كل فعالية دياله أو عسل الضغموس يعني هاد الأنواع هادو مالي كي تستعملوا السيدات اللي عندهم ضعف الإنجاب أو اللي عندهم ضعف التبويض هاد الوصفة هدي غا تحاولي أنك تديريها في كوب ماء ساخن يعني جميع المقادير اللي ذكرت في هاد الفيديو هادا ديريهم في واحد الكوب ماء ساخن جدا غطي على الكوب وخلي الخليط يعني حتى أنه يدفى معاك باش تقدير أنك تناولها صفي المشروب وشربها ابتداء من أول يوم لنزول الدورة للسيدات اللي عندهم دورة شهرية عادية ما فيهاش نزيف السيدات اللي عندهم نزيف الدورة يحاولوا أنهم يتناولوها ابتداء من الأيام اللي كتنقص فيها كمية الحيد وبالتالي يشربوها يعني ثلاثة أيام فقط يعني السيدات اللي عندهم دورة عادية ثلاثة أيام ابتداء من أول يوم لنزول الحيد والسيدات اللي عندهم نزيف الدورة يحاولوا أنهم يتناولوها تبدأ تقلع لهم الدورة باش هكي يعني ما يحددش نزيف لقدر الله هذه الوصفة هذه منظفة للرحم قوية جربوها العديد من السيدات وكانت عندهم نتيجة إيجابية في سرعة حدود الحمل والحمل بتوأم ما شاء الله ضروري أنك كذلك تكتري من المأكولات أو الأطعمة البحرية اللي كتساعد يعني بالفعل في أنك تنجبي التوأم كلي حبة أناناس على الرق كل يوم يعني حاولي أنك تاكلها كل يوم على الرق ابتداء من أول يوم لنزل الحيد إلى غاية اليوم الخامس عشر من بعد منها لمدة ساعتين ما تاكلت تشيحة يعني فاكهة الأناناس على الرق ما تاكل مورها يعني بساعتين عادت نولي الإفطار ديالك هذه الفاكهة هذه ستساهم في تنشيط التبويد وزيد من التبويد والجودة دياله وبالتالي ممكن احتمال كبير يكون الحمل بتوأم بالإضافة إلى الوصفة اللي ذكرت في بداية الفيديو كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى ينالإعجاب ديالكم إلا أعجبكم هاد الفيديو هادا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة إلا كنت متتبعة جديدة معايا في هاد القناة وعجبك المحتوى ما تردديش أنك تشاركي بالضغط على الزر الأحمر أسفل فيديو مع تفعيل خاصية الجرس باش دي ما تتوصلي بجديد القناة شكرا لكم على التتبع ديالكم لهاد القناة ولمشاهدة لجميع الفيديوهات أكيد ألف مبروك لجميع السيدات اللي كانوا حوامل يارب تبت الحمل ديالهم إن شاء الله ويارب ترزقهم بالدرية الصالحة لش لا يعني أكيد أن هذا الحلم هذا حلم مفرح لكل سيدة متزوجة كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر